اشتركوا في القناة الصحية للظهور على الإنسان إذا تعرض أو سافر إلى مكان يوجد به الظهور أو اقتنى مجموعة من الظهور يعني الظهور الحية ليس الظهور البلاستيكية يعني كما كتعرفوا أصبح في العوام الأخيرة استفادة من الظهور في العلاج وذلك عن طريق الاسترخاء والراحة النفسية هذه الأمور كاملة لها تأثيرات فعالة على صحة الإنسان إذن هنا قد نذكر مجموعة من الفوائد كما كتعرفوا أن الظهور كتعمل على تقليل المستوى التوتر بشكل فعال تقليل التعب الدهني تحسين مستوى التركيز تعمل كذلك على علاج ضيقة النفس كذلك تعمل على علاج اكتئاب هذه مجموعة من الأمور التي تساعدنا الظهور في علاجها كما كتعرفوا أن كذلك الظهور أو الورود لها استعمالات مختلفة في حياتنا اليومية هذه الاستعمالات المختلفة هي مثل الأمور التجارية أي ببيعها والتربح منها كذلك استخراج العطور منها هذا أمر معروف وشائع هناك أمر آخر مثل صناعة الأطعمة والأشريبة مثل صناعة المربى والحساء وصناعة ماء الورد الذي يستعمل في صناعة الحلوية كذلك الظهور يستصنع منها الأدوية مثل مكملات الغدائية واستخراج فيتامين سي منها الآن نترككم مع هذه المناظر الجميلة الخاصة ببعد الزهور المعروفة شكرا شكرا شكرا